عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية مع ممثلي الشركات السياحية بأسوان وركزت الجلسة على الحوار الوطني كطريق نحو جمهورية جديدة وبحضور عدد من ممثلي الشركات السياحية والمرشدين السياحيين ورجال الأعمال بأسوان نقشت جلسة التنسيقية سبل تعزيز الحرية السياسية وكيفية تطوير العمل الخاص بصناعة السياحة والحفاظ على مكتسبتها في ظل ارتفاع معدلات السياحة في أسوان وتزايد الليالي السياحية في الفنادق الثابتة والعائمة خاصة العمل ما بين أسوان والأقصر